اشتركوا في القناة لانتاج حليب الاطفال في توسيع الاتفاقية تعلج جزائر الاتفاقية الجزائرية القطرية لانتاج الالبان باضرار ثم التوسيع هذه الاتفاقية الى فرع جديد من فرع انتاج الحليب وهو فرع انتاج الحليب الاطفال في مصنع بمكان اخر لم يتم تحديده لكن في الاتفاق على اولى الخطوات للاتجاه في هذا الميدان تأنتاج الحليب الاطفال وانا اؤكد حاجة قلتها من قبل كتير ان الامن الوطني هو يمر بالامن الغدائي اذا لا داعي لشراء مثلا او دفع اموال كثيرة لشراء اسلحة متطورة ونحن لا ننتج حليب اطفالنا اذا لا بد من التحكم في هذا المورد الهام لتغذية الاطفال وهو انتاج الحليب الرضع في الجزائر بسواعي جزائرية وبأموال جزائرية وكذلك بموارد ومواد جزائرية اترككم تتابعون هذا التقرير حول الاتفاقيات التالاتة التي الجديدة التي تمت توقيعها ما بين الجانب الجزائري والقطري لانجاز اذا مصنع لانتاج الحليب لتغذية الاطفال منترككم تتابعون والسلام عليكم في اطار انجاز المشروع المتكامل لانتاج الحليب المجفف بشركته مع الشركة القطرية بلدنا تم اليوم بالعاصمة التوقيع على ثلاث اتفاقية شركة حيث تضمنت الاولى عقد اتفاقية بين الشركة القطرية بلدنا للتجارة والاستثمار ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية لإدماج حليب الاطفال الرضاع ضمن المشروع اما اتفاقية المساهمين الثانية تضمنت توقيع بين كل من الصندوق الوطني للاستثمار وشركة القطرية بلدنا للتجارة والاستثمار اما الثالثة وقع فيها طرفان على مذكرة تفاهم لانجاز مركب متكامل لانتاج حليب الاطفال الرضاع بين وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني وشركة سيدون في قائمة ثرية لسجل الشركة القوية والفعالة والعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين قطر والجزائر ويعتبر ترجمة والتكليل لمساعي السلطات العليا لدى البلدين في التطوير مختلف القطاعات من خلال تعزيز مبدأ شركة ناجح ناجح ويتمثل المشروع اليوم والذي تقوم بتدسيده شركة بلدنا القطرية بالشركة مع الصندوق أو بشركة مع الصندوق الوطني لاستثمار في إقامة منظومة إنتاجية متكاملة لزراعة الأعلاف والحبوب وبالصفاء الخص في إنتاج الحليب المجفف وكذا الألبان واللحم الأبقار بتكلفة 3.5 مليار دولار ترجمة نانسي قنقر